اشتركوا في القناة اولها غضب النار اولها غضب غضب في غضب في غضب انتظروا من هذا الشعب ما يؤلم ده مش كلامي ولا كلام انشى ده كلام كل حد عنده بصيرة وشايف الشعب المصري كل حد شايف وشوش الناس والزل والزل والظلم اللي باين فيها بسبب ايه بسبب ظلم العسكر وقهرهم للناس علشان كده انتظروا غضب العامل اللي مش عارف كيف ولاده لاخر الشهر انتظروا كمان غضب الموظف اللي مش لاقي تأمين صحي محترم يعالج ولاده ولا يعالج نفسه فيه انتظروا غضب الارمالة اللي مش لاقي معاشي علها هي وولدها ولد سد رمائهم انتظروا غضب الطالب الطالب اللي ضيعتم وستقبله واما اعتقلتوه او قتلتوه او مطارد انتظروا غضب ابناء الشهداء الشهداء اللي ماتوا في حروب مصر وفي صراعات مصر كمان انتظروا انتظروا غضب من احفاد الشهداء اللي لحد دلوقتي مش عارفين ياخدوا حقهم انتظروا غضب كبير جدا بيهدد الدولة دي ممكن يمحوا اثار الظلم باي شكل شكل جديد شكل ممكن يبقى اكبر من اللي حصل في سوريا واكبر من اللي بيحصل في العراق علشان كده احنا من هنا بالنادي كل عقلاء الوطن ان كان فيه لسه في هذا الوطن عقلاء الحق البلد دي ادركوا هذا الوطن الحق مصر الحق مصر قبل ما نصحى من النوم ما نلاقيش بلد نلاقي بلد انتهت نلاقي تاريخ بيتحكي نلاقي واقع مش موجود الحق مصر قبل ما نصحى ونلاقي العسكر تضيع كل شيء فيها ضيع اثارها وضيع تاريخها وضيع حضرها ومستقبلها الحق مصر قبل ما نصحى نلاقي كان فيه بلد محاها الغضب اشتركوا في القناة